طيب حبدأ بقى كلامي على طول وحنتكلم عن المعسكر بتاع المنتخب ومبارح كان اليوم الاول لانطلاق معسكر منتخب مصر طبعا زي ما حضراتكم تابعين استعدادا هنا بنتكلم لخلاص المباراة وتصفيات كمان اللي احنا بنتكلم عليها المؤهلة لكاسة الامم الافريقية الكود ديفوار 20-24 فيتوريا كان حريص جدا انه هو يستقبل خصوصا منتكلم مع حمود عبد المنعم قهربة وعندك محمود عفوا محمد هيني وهشام صلاح بعد انضمام الثلاثي تحت قيادته هنا منتكلم لأول مرة كان فيه عقد كمان لجلسة سريعة معهم وكان مفترض ان استاد الدفاع الجوي اللي حيستضيف مباراة مصر وملوي يوم 24 مارس لكن بارح طلقة اتحاد الكرة موقع التجاهات الامنية على حضور كمان هنا منتكلم 20 الف مشجعين ممكن انا وكريم تكلمنا في النقطة هذه مع حضراتكم بالامس وكنا بنقول ان احنا يهمنا جدا ان الجماهير تكون موجودة والحمد لله ان احنا دلوقتي بنتكلم ان خلاص الموضوع بقى رسمي او confirmed ان هيكون فيه موافقة ل20 الف مشجع كمان اتحاد الكرة ناشد حضور المباراة المرتقبة ومسندة ودعم المنتخب لتحقيق الفوز وبفكر حضراتكم منتخب مصر كان حقق الفوز كمان في بداية مشوار التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا كان فيه الفوز على غينيا كان 1-0 بعد تلقيه كمان خسارة مفاجأة امام اثيوبيا 2-0 كمان منتخب ملوي وسلم برح القاهرة استعدادا للمباراة مع مصر وطبعا القايمة هتتعرض على حضراتكم بتضم 24 لاعب لكن استبعد من هذه القايمة فيتوريا استبعد محمد عواد ايمان اشرف وافشة ومحمد شريف وسام مرسي واحمد حمدي بالاضافة لكل من محمد النني ومحمود حسن تريزيجي ده بنتكلم بسبب يعني الاصابة الخاصة بها